بعد 14 ساعة في إسرائيل ينتظرون في مجلس الوزراء ينتظرون في وزارة الجيش ينتظرون المستوطنون في المنطقة الجنوبية ينتظرون العالم ينتظر وفي غزة أيضا هناك الأهالي الضحايا الذين بلا شك سوف ينتظرون الرد الإسرائيلي للطيران الحرب الإسرائيلي هذه الساعة ليست ساعة سهلة أبدا لا بالنسبة للإسرائيليين للقيادة السياسية ولا حتى القيادة العسكرية التقييمات الأمنية تشير إلى أن الفصائل الفلسطينية سوف ترد بل وأيضا ذهبوا إلى القول بأن حماس أيضا سوف تشارك من خلال الغرفة المشتركة ولن تترك الجهاد الإسلامي لوحده في هذه المواجهة ليس بسبب المناكفات السياسية فحسب التي حدفت قبل عدة أشهر عندما تركت الحركة الجهاد الإسلامي لوحدها ولكن حماس ترى أيضا بأن الذي حدف كان غدرا ولأنه يجب أن يكون هناك رد على الضربة الإسرائيلية ليس فقط غير المتوقعة والتي جاءت في صلب منازل الفلسطينيين منازل القيادات الفلسطينية التي قتلت الأطفال والنساء وبلا شك بأن المشاهد المؤلمة التي خرجت من قطاع غزة لقت صداها أيضا في المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي فرنسا قبل قليل وهناك عدد كبير من الدول التي انتقدت ما يجري ولكن ماذا بخصوص الاجتماعات الأمنية الجيش الإسرائيلي عدى العدد أولا الجبهة الداخلية التي تهتم بالشؤون الداخلية للمجتمع الإسرائيلي قررت أولا إغلاق كافة الشوارع القريبة من قطاع غزة لماذا؟ لأن الفلسطينيين يمتلكون الكورنت وهي ذاك الصاروخ المضاد للطروع الذي يمكن له أن يضرب الحافلات ويمكن له أن يضرب أيضا القطار ولذلك تم إيقاف القطار أيضا عدد كبير من المسلطنات المحافية بقطاع غزة وإن كان عدد سكانها قليل ولكنهم نصحوهم بالمغاذرة جزء غاذر وجزء سوف يبقى وفالك بالشك ضمن خطة وضع وزير الجيش الإسرائيلي للحفاظ على حياة الإسرائيليين المدارس كلها أغلقت الجامعات كلها أغلقت في مداري الأربعين كيلو مترا في الوقت الذي في الصراح كانوا يقولون بأن هذه الضربة يمكن أن تؤدي إلى ضرب مع أسقلان أسدود لربما بئر السبع ولكن مع الساعات يبدو بأن الأمور قد تكون أوسع من ذلك بكثير يتوقعون بأن الضربة يمكن أن تكون للقدس أو حتى لتل أبيب السبب في ذلك هو حالة الانفراد التي قام بها الجانب الإسرائيلي في هذا العدوان الإسرائيلي الذي جاء مباغة عندما كان الحديث حول تهدئة والعمل على إقحام الأطراف الدولية مصر الأردن قطر والأمم المتحدة بعد استشاد خضر عدنان كان هناك حالة من الارتخاء وبلا شك بأننا شهدنا عملية الاغتيال في منازل الثلاث القيادين الذين كانوا في طريقهم إلى زيارة خارجية ولكن يبدو بأن الجيش الإسرائيلي رتب هذه المسألة مسبقا أي أن هذه العملية العسكرية عملية الاغتيال لم تكن صدفة ولا ردة فعل بل كان مخطط لها منذ شهر رمضان كانت الخبرات الإسرائيلية تراقب وتريد أن تصطاد الثلاثة معا لم تريد أن تختال واحدا منهم وهذا بلا شك أدى إلى وجود ذلك الفراغ الفراغ الذي حدف قبل عامين عندما تم اغتيال الصف الأول من حركة الجهاد الإسلامي اليوم يتم اغتيال أيضا الصف الأول الذي كان في السابق هو الصف الثاني بلا شك أن الجانب الإسرائيلي في اجتماعات الأمنية الإسرائيلية يدرسون حول هذه العملية العسكرية ولكن أيضا إلى مآلاتها هم يخشون جدا من الجبهة الشمالية لأن الجبهة الجنوبية كل شيء متوقع كل شيء معروف كل شيء مبوط ولكن ماذا بخصوص إطلاق صواريخ من لبنان أو من سوريا كما رأينا في شهر رمضان عندما تم إطلاق 37 صاروخا هل سوف يكون هناك تكرار لهذا المشهد تحديدا وأن إسرائيل باتت مقتنعة بأن مخيم الرشيدية في لبنان هو الذي يحوي أولئك العناصر من حركة حمس الذين يمتلكون الصواريخ هي ليست صواريخ متطورة هي جراد ولكن على الأغلب سوف تشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي في المنطقة الشمالية ولذلك جاءوا بالقبة الحديدية ونشروها هناك في المنطقة الشمالية أما في المعارضة فهناك إطباق كامل على دعم الجيش الإسرائيلي هم لا يقولون بأن بن يمين التنياو يريد الهروب من مأزقه السياسي بافتعال حرب هم يرون بالعلى العكس منه يجب أن يكون هناك عملية عسكرية لاستعادة الردع الإسرائيلي الذي يتهتك خلال العامين الماضيين ليس فقط بسبب عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على رد على الصواريخ الفلسطينية كما حدث في رمضان على حد تعبيرهم بطبيعة الحال ولكن أيضا بسبب الخلافات وأيضا المظاهرات التي كانت في الداخل الإسرائيلي التي زعزعت قوة الردع الإسرائيلية ولكنهم أيضا كانوا يبحثون عن العودة إلى سياسة الاغتيال هم نفذوها لربما ليس باغتيال القيادات السياسية ولكنهم أيضا كانوا يعلمون بأن اغتيال القيادات العسكرية بالنسبة للجهاد الإسلامي هو أكثر إلاما لأن حركة الجهاد الإسلامي هي حركة عسكرية أكثر من حركة سياسية وذلك بعكس حركة حماس التي فيها قيادة سياسية قوية جدا وهناك أيضا قيادات عسكرية ولكن الجانب السياسي هو الأكثر تميزا في حركة حماس ماذا بخصوص الغرفة المشتركة؟ لماذا كل هذا الصمت؟ لماذا كل هذا الانتفار؟ بنشك بأن المجتمع الإسرائيلي أيضا يراقب باهتمام من الذي سوف يضرب أولا؟ وأين سوف تكون الضربات؟ هل سوف تكون الضربات في محور الخمسة كيلومتر؟ العشرة كيلومتر؟ وبالتالي العدوان الإسرائيلي سوف يكون بقصف بعض المعسكرات التابعة لحركة حماس أن الضربة سوف تكون أبعد من ذلك وبالتالي الرد الإسرائيلي سوف يكون أكثر قصوة هل سوف يكون باتجاه البنية التحتية في غزة؟ الكهرباء والماء والصرف الصحي؟ هل سوف تكون الضربة باتجاه الأبراج التي رأيناها قبل عامين وهي تنهار في قطاع غزة؟ هل سوف يتم تكرار هذا المشهد؟ بلا شك هذه الأسئلة كلها مطروحة على الطاولة ولكن بالنسبة للإسرائيليين السؤال الأكبر الغرفة المشتركة هل تنصق مع إيران؟ هل تنصق مع حزب الله؟ هل هناك ما هو يمكن التفكير بأنه أوسع من جبهة قطاع غزة؟ رغم أن المبادرة كانت مبادرة إسرائيلية ولكنهم أعدوا العدة بشكل كامل لم يتم استدعاء الاحتياط لغاية الآن ولكن إذا ما كان هناك حاجة لاستدعاء قوات برية تحديدا قوات المدفعية سوف يتم استدعاءها ولكن لغاية الآن لا حاجة سوف ننتظر ونرى نعم يعني إضافة إلى كل ما تذكره أحمد البوديري لو تضعنا بالقليل حول مساعي التوسط لعدم التصعيد علما أن إسرائيل لم تلتزم بكل مساعي التهدية وهنا نطرح أيضا علامات استفهام حول ثقة الوسطاء بعد للتوسط بأي مساعي لإسرائيل هناك أربعة أطراف مصر، قطر، الأردن، الأمم المتحدة لا يوجد هناك طرف خامس هذه الأطراف الأربعة هي التي تقوم بالتفاوض في العادة مصر والأمم المتحدة تكون أكثر إحرازا للتقدم لأسباب لها علاقة بالوضع الجيوسياسي الذي فهمناه من الجانب الإسرائيلي بأن الآن هو ليس الوقت المناسب وذلك للحديث حول مساعي التهدئة بمعنى أن الجانب الآخر أي أنهم يقولون بأن الجهاد الإسلامي لا يريد أن يستمع لأي شيء رغم أن هذه العملية العسكرية وهي نقطة غاية في الأهمية تم التنسيق معها مع الولايات المتحدة الرئيس المزرع الإسرائيلي بن يمين نتنياو تحدث مع كبار مستشاري الرئيس بايدن قبل فترة دون تحديد المدة ولكنهم أبلغوهم بأن إسرائيل تنوي القيام بعملية عسكرية نوعية وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من قبل الجانب الأمريكي الأمم المتحدة بدورها وكمجرة العادة تم إطلاق بيان تحذيري من مغبة الانزلاق في هذا التصعيد الأمني وطبعا بأن هناك دعوات لوقف التهديئة المفد الأمني لغاية الآن من مصر لم نسمع عنه كثيرا ربما هناك اتصالات سرية كمجرة العادة ولكن سوف نسمع عن ذلك بعد أن تقوم حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس ضمن الغرفة المشتركة بعملية القصف في إسرائيل لا يقولون بأن هناك احتمال للقصف يقولون متى وأين وكيف أما تنفيف عملية الإطلاق بالنسبة للإسرائيلين هي الشبه أكيدا يعلمون تماما ولذلك أعدوا العدة مسبقا أعدوا العدة الإعلامية بالفيديوهات التي تم إنتاجها يبدو حتى من قبل تنفيف العملية كان هناك سرعة في توزيع الفيديوهات والصور بالبوسترات وهذا كان واضحا بسرعة القيام بهذا الجهد الإعلامي نحن نتحدث عن الساعة الثالثة ليلا عندما تم القيام بهذه المسألة على المستوى اللوجيستي تم أيضا الإعداد حول هذه المسألة بوضع الخطط والبدء بالتنصيق إغلاق الشوارع تنظيم الأمور اللوجيستية والأهم كان موضوع المدارس وأن لا يفهم الطلاب إلى المدارس والجامعات وبالتالي أن لا يكون هناك تجمعات في الساعة الثالثة ليلا عندما تمت العملية كان هناك عشرات الألاف من اليهود المتدينين في طريقهم إلى الشمال إلى جبل الجرمق يعني جزء من الشعائر الدينية عند اليهود المتدينين عدد كبير منهم نتحدث عن عشرات الألاف أيضا هذه الحافلات جزء منها تم إيقافها وإرجاعها وذلك كي لا يكونها في العدد الكبير وبالتالي الوسطاء الآن لا يمكن لهم الحديث إلا بعد أن يكون هناك ضربة من قبل الجانب الفلسطيني وهذه الضربة بغاية الآن مهم جدا أن تكون متوازنة بمعنى أنه إذا كانت هذه الضربة إلى القدس وإلى تل أبيب الرد الإسرائيلي سوف يكون مختلفا لو كان الرد على منطقة أقصر بلا شك أن حماس والعدد كبير من الفرقاء السياسيين لا يريدون الانزلاق بحرب مفتوحة ويريدون الضربة أن تكون في مدى أصغر عسقلان أزدود يعني كل هذه الغلاف غزة أما حركة الجهاد الإسلامي التي تشعر بأن هناك بسام السعدي هناك خضر عدنان والآن هناك القيادات الثلاثة للجهاد الإسلامي تكبتت العديد من الخسائر تكبت العديد من الخسائر